اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم ايش بشان جيمارز غلط معكم محمود بيبو وحلقة جديدة واندون ويعني اللعبة اللي انا متحمس لها جدا بالصراحة. وشايف ان في ناس كتير متحمسين لها وشايف ان في ناس كتير عندها استعداد ان هي تلعبها خصوصا ان هي بتتلعب على كروس بلاتفورم ان هي بتتلعب على موبايل وتقدر تلعبها على الكمبيوتر. انا طبعا بلعب نقصها لعلى الكمبيوتر عشان اسهلي في الحركة وفي التحكم. وكمان في التسجيل. آآ ولكن تقدر الناس تنزلها على الموبايل والناس بتقول ان تحكم فيها على الموبايل كويس جدا. بتفكركم طبعا بها دافنا قبل ما نبدأ الفيديو ان احنا ننصل لي خمسة الاف مشترك الفترة الجاية فاي حد بيتفرج علينا مش دايس عزرامو طبعا يدوس عليه وكمان يفعل زرات جرس. ويلا بينا نشوف احنا وقفنا للحلقة اللي فاتت عند المهمة وكان يمكن كان بيقول لي ان آآ لازم اطلع اكلم شيري عشان نروح ننقذ الناس وهو معتمد علي في هذه المرحلة. آآ طبعا في ناس كتير متحمسة ان احنا نخش على المهمات على طول. ولكن انا ماشي واحدة واحدة بس عشان الناس تبتدي تنساجي معارف ان في ناس كتير اللي ناز اللعبة هتلاقيه ناز اللعبة وعمال يجري فيها. ولكن واحدة واحدة عشان نقدر الناس تفهم احنا بنعمل ايه? المهم احنا بنركب مع شيري الطيارة طبعا فيه آآ طيارة هو اللي بيسقها. وبيبتدي يتحرك بهنا على المكان اللي اسمه آآ ريد وود. وبيقول بتقول لي هنا ان ده كان مكان بيجمعه فيه او بيستخدمه فيه الخشب او بيستخرجه فيه الخشب بيعمله فيه الخشب. ولما آآ حصل المشكلة والزومبيز بتادوا يخرجه والناس بتتتصاب. آآ قطاع الخشب اللي موجودين هناك ابتدوا يروحوا آآ عشان آآ يعودوا في المكان ده وابتدوا ويستخدموه كمكان ليه. فهو يعتبر او تبسته ويمكن شفنا في الحلقة اللي فاتت كان لما اتكلم ان فيه اماكن مش بحجم المكان اللي احنا عاديين فيه بتاع يا ريفن. بيبقى اماكن اصغر فيها عدد ناس اقل. ولكن آآ بياخدوا منهم دعم وبياخدوا منهم صبورت. وان هو آآ المكان نفسه آآ بيحاولوا يساعدوهم فيه. وهو ده الهدف بتاعهم من يحاولوا آآ يساعدوا. الناس هو ده المكان هو وضح عليه عربية خشب وحاجات كده. والزومبيز وهي آآ شوري بتقول لي ان الزومبيز بقى لهم فترة آآ بيحاولوا يهجموا على المكان ولكن المرة دي هم بيهجموا بقوة جدا. هنشوف ايه اللي هيحصل طبعا فيه المكان بتاع الهليكوبتر وهنبتدي اتحرك انا وشيري. شيري بيتهالي معاش سلاح فما اعتقدش ان هي هتضرب معانا لان هي اصلا دكتورة هي بتعالج. آآ فبقول لها طبعا انا هطلع على البوابة وانتي حاولي تشوفي الناس اللي موجودة عشان آآ تبتدي آآ تعالجيهم. المهم ما نحاول ننزل. انا مش عارف ليه الرؤية ما كانتش واضحة اوي ماشي. احنا هندروح طبعا عند البوابة هنا وهنبتدي آآ ندافع عنهم او ندافع عن المنطقة وطبعا آآ كل اللي عليهم اسهم دول هما دول الزومبيز بيحاول يقول لي اقتلوا طبعا هنا الايم آآ سايت ولكن ناخد بالنا ان مش سريعة للأسف فهي قوية آآ يعني ممكن الزومبي تقتلوا بطلقة واحدة ولكن آآ لسه مش مش قوية لان احنا مستخدميها شو ناخد بالنا ان في زوم زوم يعني شفته ده بيحدف حاجة. اقتلنا او صدينا الهجوم دلوقتي فبيطلوا مني ان انا اروح اتكلم مع نيلسون. مين نيلسون ده? نيلسون ده القائد او الزعيم بتاع الاول بصدق. فابروح اتكلم معاه. فبيقول لي هو فين بقيت الناس يعني مش شايف حد موجود يعني فين بقيت الناس فقلت له يا انا بس اللي موجود. فقال لي هو يا اما كين مجنون يا اما انت آآ دمعك برضو مجنون يعني انت مخك مش موجود. بيقول لي خد الكومبيلة دي واستخدمها على الزومز وهنبتدي هنا برضو ناخد بالنا ان احنا في البدايات فبيبتدي يعرفني ايه الاستخدامات اللي معاها. دي مسلا حاجة اسمها دي كوي باب. آآ بنقدر نستخدمها كده انا فتحتها الليفل الاولاني. المطلوب ان هنا احنا نحدفها على الزومز. ولكن هي آآ مداها مش مش عادي قوي. وطبعا زي ما انتم شايفين كده في فيه انواع من من الثانية من الزومبي شايفين الزومبي الخطيئة ده واصلا ملحقتش راح نفعلهم في كومبيلة. ماشي. آآ للأسف احنا قتلناهم من غير ما احنا في كومبيلة. ماشي. ولكن كده انا قريدي بقى معايا الكمبيلة خلاص بتاعت نتأكد برضو من الصحة الدنيا عاملة ايه? آآ طبعا هنا الجهاز ده هو آآ هنستضمه كتير جدا. ولازم ناخد بالنا من موضوع الصحة ومن موضوع الفتنس بتاعنا من موضوع آآ آآ بتاعنا اللبس نضيف احنا آآ ضمنا نضيفة الحاجات دي كلها لان طبعا زي ما احنا عارفين في العابة ممكن يشموني ممكن يحصل كده. المهم بروح اتكلم مع نيلسون تاني بعدها. بيقول لي والله يعني احنا مش عارفين اشكالك ازاي فاحنا هديك مكان يبقى البيت بتاعك. تمام? والمكان ده كويس احنا كنا بنحاول نبني فيه بيوت. وفيه آآ حيوانات وفيه آآ ولكن آآ برضو اللزوم بزيناك مش كتير فتقدر توقع فيه. آآ كده احنا ابتدينا هنبتدي بقى نشوف ال هنا طبعا لازم نعمل هو هنا بيقول لي ازاي تعمل للطلق بتاعك. نخبرنا بقى من المواضيع دي. هي دي مواضيع المهمة. الشري هنا بتتكلم فبتقول لي انا بتكلم من الهومستيد او المكان بتاعك اللي انت هتكون فيه وزي ما تشوفين كده الليفليات بتادينا نعلى آآ في الليفل بتاعنا. آآ طبعا خدنا لبس تاني زي ما تشوفين غيرت لبست آآ كده على آآ على دماغي. بيبتدي نمشي وراء الاسهم عشان يبتدي يقول لي المكان اللي موجود فيه الهومستيد ونبتدي ناخد بقى انا قريبة جدا من الهومستيد زي ما تشوفين كده متئمت. فاحنا سهل ان احنا نروح لنجارية طبعا العلامة بتاعت الجاري وناخد بقى ان العلامة بتاعت الجاري دي بتقل زي ما تشوفين القوة كده او الاستمنة بتاعتنا بتقل وطبعا هنشوف ازاي نقدر نزودها وازاي نقدر نستخدمها بعد كده. آآ طبعا للشخصات اللي بتجري دي اللاعبين التانيين اللي موجودين في اللعبة ودي هنا الهومستيد اوه بتاعنا. آآ اعتقد ان كل الناس هيبقى مكان واحد ولكن طبعا من جوة الدانية هتبقى مختلفة. آآ هنروح نفتح الهومستيد ونبتدي نشوف المكان من جوة شكل عمل ازاي ونبتدي بقى ناخد في الاساس عشان برضو الناس تاخد بالها. ان دي لعبة بقاء هي آآ مش لعبة آآ شوتينج بس. ففي اساسها برضو هيبقى عندنا بيت نحاول نطوره عندنا ورش عندنا بنجمع موارد هو ده الهدف ويمكن المنظور المختلف ده. آآ يمكن في ناس كتير شابها هي تبقى العاب تانية من نفس الفصيلة او من نفس الاداء ولكن مش بالوسع ده يعني انا جالي آآ تعليقات مسلا قال لك اصل هي شبهة. مسلا لايف افتر. هي شبهة. وفيها اجزاء منها وفيها كل حاجة. ولكن آآ لأ هنا اوسع وهتشوف الاوسع في الكم مرة الجايين. هنا طبعا بيطلب مني ان انا في مجموع من الخشب وهو خط الورشة اللي موجودة. بيقول لي دوس على الاف هنا زي ما نشايفين. هنبتدي نبني اول مبنى. نقدر نبنيه طبعا نقدر نبنيه في اي حتة ونقدر آآ نحركه. نقدر نبنيه جوه البيت. نقدر نبنيه برا البيت. آآ اعتقد ان الورش آآ بتاعي اللي ممكن نبنيها آآ برا البيت مش هيبقى فيها مشكلة لان يمكن البيت زي ما تشايفين انا شايف من هنا عندي هنا سرير فاكيد بحاول برضو نحطها جنب الحيطة. آآ ايه اللي هزر. لازم نبنيه يبقى بعيد بس عن الحيطة شوية ماشي. اوكي? ده اول مبنى احنا بنينا. ده بتعمل عليه المبني. هنخرج طبعا من ده ده البنية بتاعنا. ونبتدي نخش جوه. زي ما تشايفين بنقدر نبني فيه هيقول آآ آآ اراضي. آآ اسقوف. آآ اسقوف اشكال معينة وهنشوف. لان اللعبة فيها حاجات كتير وفيها مستويات كتير. فهنبتدي نعمل آآ أربع من الحوائط وهنا برضو ببتدي يعلمني التوتوريال ازاي اقدر ابني الحوائط. ما فيش يمكن حاجة في الفلسام. هنبتدي ندوس عند الاف تاني. ونبتدي ما ق permet نقفل الاماكن بتاعتنا. فهنبتدي للحيطة والارضية والسقف يعني هتلاقوا في حاجات كتير جدا. احنا كده قفلنا البيت. تمام? نحبله جدا. تمام? زي الفل. ودي اهو. الفتحة اللي موجودة دي دي في الباب ولكن ما فيش باب. فانه بقى لنا بالله من الوضوع ده ان ما فيش باب. فاحنا هيقول لي لأ والله ارجع تاني بتدي يعمل اولا آآ آآ كابنت ودي آآ زي سندوق. هنبتدي نشير فيه الحاجات او نبتدي نخزن فيه حاجتنا. فنبتدي برضو نخش آآ جوة ونبتدي نحطه آآ زي ما تشايفين كده المهمة في الجنب بيقول لي والله يحط الكابنت بتاعتك. فنبتدي بقى نحطها كده زي الكوميديينو كده. نبتدي نحطها هنا. تمام? حلو جدا كده احنا خلصنا نقدر نروح بقى على الكابنت دي ونبتدي نشير فيها الحاجات اللي احنا هي السوب تغزين جدا. ما ما فيهوش اي مشكلة ونكون بلا ان ديه كده واحد نقدر نتنقل ما بينهم. آآ فده شيء كويس نبتدي مسلا نحط فيه الحاجة من هنا نبتدي نحط فيه الخشب نبتدي نحط فيه آآ السندوق مثلا لو انا معاي سندوقين طلق فنبتدي برضو يبقى معنا آآ في التغزين آآ طلب. آآ بيطلوا مني بعد كده ان احنا آآ نطلع تاني ونعمل آآ باب. ما احنا اكيد البيت ده هيبقى محتاج آآ باب فهنكرافت واحد ويمكن هو كده انا خلصت المية وتمانية خشبة اللي كانوا معايا بيطلب مني طبعا ان انا بنيها عند الفتحة اللي موجودة فيها الباب. هنيجي نعمل هنا وادي خلاص كده اتحط. طبعا نقدر نغير فيه الحاجات دي بعد ما بنيها. يعني نقدر نغير شكل البيت نقدر نوسعه ونكبره ونصغره. خطة ارضية. هنا طبعا لازم نسيت باسورد على سنة ما فيش اي حد يخش طبعا انا يعني هقطع هنا عشان مش اي حد يعرف الباسورد يجي يخش ياخد الحاجات اللي عندي تنواره طبعا ولكن مش اي حد يجي يخش. اكيد فيها اكيد هنشوفه بعد كده. فبتقول لي هنا بقى شيري ان الدنيا بتاعت تضلم فتعال هنطلع للتري هاوس او البيت اللي مبني على الشجرة زي ما نشايفين كده عارفين انتو في الافلام الامريكاني بيبنوا آآ بيت على الشجرة وساعات بيعودوا فيه. آآ فهنا في المنطقة بتاعت الارض دي فيه آآ حتة كده فوق برضو بنيينها ويمكن الدول شجرة كبيرة اول زي ما انتو شايفين هنطلعين بقى انها حبة. يعني ده بيت بجد. ما تحسوش ان هو بيت صغير كده بتطلع وحبل وخلاص لأ بيت بيت كبير يعني. آآ بس فهنطلع طبعا فوق. آآ شيري تلعنا لانا انها شيري فوق اصلا. انا مش عارف ماتريات تتقابل ازاي. المهم ان احنا بمجرد آآ ما بنيجي طبعا المنطقة هنا هتبتدي تضلم. فآآ بتقول لي آآ بصوا عليها من جوة هو آآ في شاور كاملين جوة تقدر تستخدمه. آآ فبرضو هم مستعدين وقالت ان هم يمكن بتقول هم اللي عملوا لي الكلام ده. فبتقول لي صحيح هو انت بتاع رفته ببخ? آآ. ده سؤال انا طبعا ببخ حلو جدا فهقول لها الحقيقة. انا ببخ حلو بجدد مش بقى. مش بقى الزرور. لكن آآ احنا عايزين هنا في اللعبة فاكيد طبعا في اللعبة هنفهم ايه اللي موجود. هنا هاخد الموجودة في حبة حاجات كده. آآ موجودة نقدر نستخدمها. وطلعنا هون ليفل ستة كنا لسه ليفل تلاتة من قريب. عينينا برضو من مستعد. هنا للأسف انا معايش. معايش لسه خلاطات بتاعة الاكل. فهو بيقول لي بقى اعمل حاجة انت بالاكل ده. فانا مش عارف الصراحة هنعمل ايه مسلا اتنين واحدة واحدة. ولا ايه هيبقى دار. وايلد بيرز ده بتاعي هيبقى طعمه حلو. طب نحط اتنين وايلد بيرز عشان يبقى حلو. لا احنا هحط اتنين لحمة. تمام? يعني مش عارف والله اصليم ايه يعني مش عارف اتبخ ايه ولا ايه. مش احنا خليهم كده على قسم انهم اتنين لحمة واحنا اتنين. آآ شخصين يعني فنعملها كده ونجرب. قدام هنشوف ان في وصفات ونقدر نعملها وكل وصفة بتستخدم آآ حاجات آآ معينة. تمام? هنا اهي. آآ طباحنا الطبيق وهتدخلها وآآ هيا بتقول لي هنا ده سخنة جدا ولكن آآ بتقول انه هو زين كين اند رومان كونبايند انت بتوبها حسن من كين ورومان زي مع مع بعض الاتنين. انت بتوبها حسن منهم اي خدمة رجرة. وآآ نبدأ هنا آآ خلاص بعد مكلنا وناخد بنا من الموضوع الاكل ده ان الموضوع الاكل ده مهم جدا فبتقول لي خلاص آآ بيفكرني والله بالطبيق بتاع البيت زمان ايام ما كنا بناخد اجازة. وابتدت تسرح كده. تمام? فالمهم ان هي بتقول لي خلاص احنا كده زم ما كنا بقى في زمان. المهم ان احنا دلوقتي هنشوف حد هيوقف يحمي يحروص والتاني هينام ويه. فاآآ بقول لها يعني عادة انا هقفت عامل فقريت ليلة انت ما تفكرش بس ان انا يعني اه كده بنت آآ خفيفة روح انت انام وانا هقف الاول وآآ احرص الاول وبعد كده آآ لما آآ تصح انت نبتدي آآ تحرص انت وانا آآ انام تمام? هنعمل التبادل في في الحراسة تمام? طبعا هنا انا ممكن هسيبه كل الفترة دي ولكن ممكن اصحي في اي وقت منجرد ان انا هتحرك هيبتدي يصحى آآ ونبتدي نطلع بره بقى فنشوف حتة افلام شوية او شويتين. منجرد ما بقرب منها بنبتدي نسمع اغنية للشري. طبعا في ناس كتير هنا اللعبة آآ عشان برضو انا لقيت في ناس كتير منازلة فيديوهات عنها زمان من ساعة البريش جستر او من ساعة ما ابتدوا يفتحوا في ناس كتير كان بتقول لعبة بابجي الجديدة هي طبعا نفس الشركة اللي هي آآ ولكن آآ نفس الستوديو اللي بيطورها ولكن هي مناهج ضعوب بابجي هم يمكن مدخلين فيها اللي ممكن يبقى فيها آآ مابات وهنشوف يمكن المابات بتاعت الضرب وفيها اكشن وفيها عاجات كده طبعا احنا كل الكلام ده واحنا بنستنتع بالاغنام بتاعت شري آآ طبعا هي آآ برضو عشان المرة فات قلت ان هي الاشكال وغدا اشكال آآ صينيين شوية كده او اشيان شوية طبعا الشركة صيني اصلا عشان كده ان كنت شخصيات آآ عاملين كده آآ في ناس دايقتين اللي عمي فهاش عربي هم ده آآ عشان برضو افاهمكو هو فيه آآ انت عملت وتبعت الناس كتير وآآ طلبوا آآ اغلب الناس العرب طلبت ان هي ان ندخل فيها العربي وان شاء الله انا متوقع ان هما آآ هيدخلوا العربي ممكن في اللعبة ولكن اتمنى ان هو يبقى آآ بجودة كويسة ونتمنى برضو ان الموضوع ما يبقاش آآ زي العاب تانية اللي عربي فيها اي كلام او اللي عربي فيها مش بالترجم صح المهمة خلونا طبعا فقط ما استعملنا بالاغنية الجميلة بتاعت شري انا مش فاهم هي آآ يعني وقفة بتغني وفي زومبس حوليها ولكن آآ خلينا نروح نتكلم معاها فو نجرب ما اتكلم معاها فبتقول لي ايه ده انت صحيط معلش انا بحب اغني وانا واقفة آآ في الحراسة آآ آآ هي بتقول ان هي كانت بتغني زمان هي كانت مغنية زمان او كانت آآ بتغني كتير في الحفلات زمانة وان هي بتحب لي المنزيج او كده بنبتالي نتعرف بعض على الشخصيات يمكن اكتر هنا آآ ده برضو آآ لان دي لشخصيات الرئيسية زي ما احنا آآ قلنا فيه احنا شفنا كين شفنا شيري شفنا آآ هنشوف برضو ايه ترد الشخصيات يمكن آآ في شخصية واحنا بس اللي احنا كلمنا عنها المرة اللي فاتت اللي هي آآ مش موجود هبتلين نعرف آآ آآ احسن وده نقل بالنا ان هنا آآ علم لي كده علامة قال لي خلي بالك ان دي هتربطك علاقات بهم لان احنا ممكن آآ بعد كده الموضوع يتطور معنا مهم ان احنا خلاص في ضلنا صحيح لحد او في ضلتنا صحيح حد الصبح هو ايه ده هتنامد شوية وصحيح حين الصبح انا كنت خقق اعتقد ان لو قاعت من المسافة دي هتصاب جامد آآ هنا برضو آآ عشان الناس تبقى واخدى بالها هنا في في حاجات نقدر نبنيها هنا في نقدر نتعامل مع الاساس اللي موجود زي ما شايفين كده احنا قاعتنا ممكن نور بنستريح شوية هنا آآ ولكن طبعا آآ دي يمكن من الحاجات الزيادات اللي في اللعبة اللي احنا هنشوفها بعد كده ازاي تقدر تبني ازاي تقدر احنا كل ده لسا ما جمعناش موالد انتو خدتوا بالكم ان احنا خدنا خجر بس من الارض هم كانوا يقولي بس عشان يعرفني ازاي يقدر ابني وازاي يقدر استخدمه هلو نكمل كده الكلام عشري ونشوف آآ فبتقول لي انت آآ حصل اي حاجة بالليل فقلت لها لا تمام بس آآ بطني آآ جعانة عصفير بطني بتصوصر زي ما احنا بنقولها فبتقول خلاص احنا ممكن نعمل آآ فيه جريل ممكن نعمله تحت مش هازم تطلع كل مرة تطلع توبخ فيه آآ المكان فوق ونخبرنا البستريات عمنا تعلق هي بيدوني جريل آآ جاهز آآ نبتدي بقى نستخدمه ونبتدي نحطه زي الورش العادية آآ فنيمكن الورش بتاع الكونستركشن دينا بنيها بايد قوي عن الحيطة آآ نحاول برضو نقرب المكان كده ونحاول آآ نحطها كده جنب الحيطة بحيث ان هي تبقى آآ آآ خلاص كده احنا بنينها فالجب نخرج من القيمة ونبتدي آآ نخش هنا آآ برضو نفس يمكن الحاجات اللي معنا فنبتدي نبخ نفس اللي احنا عملناه تمام وناخد بقى لنا ان هو دي وصفة فعلا يعني بالصدفة انا عملتها في طريقة وصفة آآ او يخني كده الخضور فنبتدي آآ نستخدمه هو الهنجر مش جامد قوي آآ مش عارف هل لازم ناكل ولا لأ آآ مش عارف هو الاكل عاماتا لما بنخش هنا على الشنطة بتاعتي هو الاكل بما موجود هنا زي طبعا زي ما انتم شايفين احنا عملنا اتنين ومعلومات عن الاكل بقى هيريستور قد ايه من القوة هيريستور قد ايه من الهنجر هيرجعك هلسة قد ايه كل الكلام ده آآ ممكن آآ ناكل واحدة هنا يوقف ياكله ولكن ده لو احتاجناه فبتقول لي خلاص كده انت مش محتاج انك تطلع فوق في عشان آآ تطبخ تقدر آآ تطبخ هنا طيب ننسوا بيكلمني على اللاسيركي وبيقول لي والله احنا جبنا لك حابة حاجات كده عشان تقدر تستخدمها آآ قلت للمجموعة بتاعة اللوجرز او اللي هما آآ آآ باسمهم ايه خطابين تمام انك آآ تاخد الموارد دي انه راح نتكلم معه آآ شري تاني آآ فبتقول لي الدنيا هتلاقي اللي تاني مش عارف هتلاقي اللي ايه احنا لحقنا احنا لسا صحيح من النقطة ماشي آآ فبتدي اعمل وورك منش وبتدي آآ من الحموارد اللي آآ استخدموها هنعمل ورشة ايه ورشة يعني مش فاهم ورشة ايه دي النقطة احنا نبتدي اهو زي ما انت شايفين كده دي اسمها تمام وهنعرف دي بتاعت الاسلحة آآ والضروع تمام وهنبتدي بقى نبتدي ناخد بالنا من الورشة اللي موجودة تمام هنا دي برضو آآ آآ للاصلاح ورشة للاصلاح هم ادعهم دي آآ يمكن بعتهم دي مع الحطابين بحيس ان انا اقدر استخدامه تمام كده احنا بنينيهم يمكن اغلب الورش دي احنا نقدر نبنيها انا بس عايز اغير مكان دي فخلونا هنا انا كده مدايس عليها ممكن ندوس موف ايوة بس بندوس موف بقى ونبتدي آآ نحركها لو احنا عايزين نحطها حتة تانية زي ما انت شايفين كده آآ نقدر نروتيت نخلي وشها كده وشها كده آآ هي كده بايدة شوية ايوة انا عايز اخرجها بس يا سينا آآ كده كده كويسها ماشي دخلناها جنب الحيطة بس شوية كده برضو نقدر نحرك الحاجات عشان الناس برضو عايزة تحرك الحاجات تبتدي تستقديمها ونبتدي معها نستخدم وورن اصالت ريفل هيبقى معانا مدفع رشاش كده ولكن مش قوي اوي مديني برضو الموارد بتاعته اتنين وخمسين آآ خمسين كتير اوي طيب هنعمل السلاح عشان كده ده يبقى معانا اول مدفع رشاش او اول آآ تاني سلاح نقدر نستخدمه خلاص بيقول لي طبعا هنا فيه ارمر وفيه آآ هنشوف بقى الباقي هنا نقدر نغير السلاح فبيقول لي خلي بالك لما آآ تستخدم السلاح ده السلاح ده وقولها هيبقى معانا آآ هي بس مجرد رسالة تحذيرية مش اكتر انت كده كده انت بتستخدمه ولكن طبعا نازم ناخد بالنا من الطلق بتاعه فنبتدنى يستخدم الطلق آآ او نعيد طلقيم السلاح نفسه وناخد بالنا ان احنا معانا اسطح معايا بقى كده الاتنين آآ ناخد بالنا هنا ان برضو الحاجات اللي انا بسعني انا مسلا معيش حاجة فهنا ده مسلا ده آآ من اللي انا لابسه ريتنج تلاتاشر ريتنج خمسة والدفاع والهجوم بتاعه فناخد بالنا آآ من الموضوع ده طبعا آآ بقدر اقارن ده اللي هو اللي بنحن في القنابل وده هنشوف آآ برضو لو حبينا نصنعه ونصنعه ازاي زي ما تشافيني فيه برضو معانا بيدي معانا الخضروات معانا الاكل اللي احنا اخدناه في الحلقة اللي فاتت ولكن كل ده آآ يمكن تعريف برضو بازاي نقدر نتحرك وازاي نقدر نستخدم الورش. فما بتقول لي آآ طبعا السعب الدق ولازم نعمل طلق اللي سراحنا انت الطرف تستخدمه فقط لها لا يعني ما تخفيش آآ هنا برضو فيبتدي بقى يقول لي ايه آآ في اماكن تانية آآ وهنبتدي بقى نشوف المهمات الاحدث طيب نيلسون بيقول لي بقى يرجع بسرعة الزومبي بيهجمه نيلسون ايه يتخض تمام وهنا طبعا طبعا انا آآ خلاص انا بسكت السلاح ولقمته اصلا بالطلق فايه هو بس عايزنا ادوس عليه تاني ولكن قرينا انا استخدمته آآ اللي ما عملهوش طبعا لازم يمسك السلاح التاني هو هنا عايزي لو عودني بقى زي ما استخدمنا في المرأة الانية واحنا بندافع هنبتدي هنا استخدم الماشين جان بقى او مدفع رشاش ما عرفش انتو بتسموه عندكو ايه القالي فيه ناس كتير بتسميه بحاجات كتير نخبر بنا ان هنا مجرد ما الضلمة جات ابتدى هو يشغل الكشاف على طول الكشاف ماسكه بقى مش عارف ماسكه فيه بالزبط ولكن يعني هو بينور قدام ه كده طيب هيجري طبعا وزي ما انتو شايفين آآ الزومبز هنا احنا طبعا آآ فيه علامة بنورة جوة الزومبز نيفة آآ هنعرف ايه دي وهن هنعرف القصة آآ اكتر ازاي مش عارف هو قول ليه ماسك الشوق جن احنا كده كان هنضرب من غير بقى الشوق جن زي ما انتو شايفين هنا السلاح ده اقوى شوية آآ الطرق بتاعه ولكن آآ وبيضرب آآ مداه هيبقى اسرع العدد الطرق هيبقى اكبر طبعا هدفنا هنا ان احنا آآ نخلص من كل الزومبز اللي موجودين دول ناخد بقى ان هنا فيه سنش ريجارد اهو يعني فيه اصلا ناس آآ مفروض ان هما بيدفعوا آآ معانا فنبتدي بقى نضرب عليهم طبعا هنا المدى ده آآ آآ شوق جن برضو مداه اقلب كتير تمام في حد تاني كده تمام لا اخلص احنا كده تمام اخلصنا عليهم آآ وهنشوف هنا بقى مش طبعا احنا ايه مسكين هو جايبني يمسك الشوق جن مش عارف ليه فان هو يغير السلاح دي برضو من الحاجات بقى ايه مش بجات يعني ولكن الحاجات بقى اللي هي ايه لسه مع ابداية اللابة فهياخدوا بالهم منها بعد كده وفي آآ اسمه ولكن قدرنا آآ نقتله ومش عارف ايه الكائن ده هنفهم برضو اكتر وهنعرف اكتر كائن غريب جدا هنا هو واقف هل في اي حاجة في طبعا الكائن اصلا شكله غريب جدا طبعا الحاجات في ظاهره كده انا مش فاهم ده ايه باختفى اصلا ماشي يلا وسيته تشارد طبعا هما لو ما شاهدوش الجسس الجسس هتبقى كتير جدا طيب نروح نتكلم مع نيلسون وناخد بقنا ان هو مكتوب على ايه للشرف كده بتاع المنطقة فبيقول لك والله كويس ان انت كنت موجود في حبة ناس تصابت ولكن احنا آآ قدرنا ندافع عن المكان آآ هنبتدي نحالج اللي موجود ولازم نبني اكيد هيساعدوا صح؟ تقول اكيد طبعا هيساعدوا ما تخافش آآ كده تمام كده احنا آآ خلصنا يمكن الحتة دي وتكلمنا آآ مع آآ نيلسون ولكن هو نيلسون راح موقف في حتة تانية فنروح كده نتكلم معاه ناخد بقنا ان هنا في الاولانية خالص دي آآ دي المهمات او دي القصة تمام في آآ حاجات تانية في الشات ممكن نتكلم معاه نشوف لو حد بيبيع حاجة بحد بيعمل حاجة فبيقول لي طبعا انا عايز اشكرك وقول لك هنا ان احنا بنشكر جدا الريفن والمساعدة بتاعتهم آآ وما تخافش احنا اصدقاء مع بعض ومش هيلاقي احسن من كده حلصنا المهمة ناخد بقنا ان في حاجات تانية يعني دانيال زاجودمان هنا لما بك اتكلم معاه باتكلم معاه حد اسمه دانيال وودي آآ فكان معروف جدا في المنطقة هنا في المنطقة بتاعت تريدود وبنتيك نتكلم معا عن الشخصية وناخد بقنا حتى هنا عشان ما قالوش ضعب القصة الكلام ده آآ فما فيش صوت يعني هونش بتكلموها بعض فهنا بيحكي لي قصته بيقول لي ان هو هو صغير الراجل ده كان هو يعرفه وليه آآ بيبتل يتكلم عنه للشخصية بتاعت دانيال نفسه آآ وناخد بقنا ان ده من وسط القصص اللي ممكن بعد كده اجلنا قصة عنه عن دانيال او انتجلنا قصة عن آآ حد من الموجودين آآ فبيقول لي طبعا انا اول مرة آآ فاكر لما خدت الموتسيكل بتاع والدي وخبطنا به وهو اللي وقف كان هو معايا دانيال وهو اللي وقف واعتذر له الراجل بتاع آآ العربية اللي احنا خبطنا فيها وآآ كلنا يمكن كنا بتاعلم مع دانيال على ان هو رئيس لينا ومش مجرد آآ صديق او حتى والدي كان بيتعامل معايا على هذا المبدأ انه هو دايما آآ القائد بتاعنا وبنفهم هنا من الكلام انه هو آآ دانيال آآ ان هو دايما الناس بتحاول تقارن ما بين نيلسون وبين دانيال ولكن هو طبعا آآ شايف ان دانيال حد احسن منه وحد اقوى منه وحد آآ صعب ان هو يقف في مكانه يعني حتى هو بيقول لي فبقول له انت اخر واحد شفت آآ بيقول لي انت اخر واحد شفت دانيال فقلت له آآ الصراحة كان آآ قوي جدا وآآ آآ هنعرف طبعا قصة دانيال ده قدام ولكن انا بديكم سأل ان احنا آآ يعني هوريكم مين دانيال وهوريكم ايه اللي حصل فيه ولكن انا اقصد ان مش دايما القصة يعني ممكن انا هتكلم مع واحد فايديني مهمة فاكتشف ان انا بتكلم على حد تاني تماما آآ مش لها لعوة بالقصة طبعا احنا آآ هنرجع تاني بقى الى المكان بتاع ريفن ولكن قبل ما نقفل للفيديو يمكن احنا عشان برضو انا مش حاسر الفيديوهات تبقى طويل قوي زي ما انت شايفين فيه وفيه هنا بقى زي ما انت شايفين آآ هنا وفيديو كده بيتكلم عن الزومبيس وان هو آآ هيحارب معنا الزومبيس وهنشوف يمكن قدام في المهمات يمكن هنبتدي نتعامل مع آآ شخصيا هنحارب مع آآ يمكن انا كنت نزلت حتى على فيسبوك صورة كده اللي قلت لهم تعالوا حاربوا معي انا هو الناس عادت تقول لي عايزين المهمات فانشاء الله هنعمل المهمات اكتر ولكن آآ حلو برضو ان هو ينزل آآ شخصيات زي اعتقد ان هم قدام ممكن شوية ينزلوا آآ شخصيات تانية ويمكن مش جايبين صوته هم جايبين الكاراكتر بتاعه بس آآ فشيء كويس ان هم ينزلوا آآ وهنشوف مهمات احنا بنرعب مهمة كاملة مع ولي سميس وهنشوفها قدام يمكن آآ اعتقد ان همش تبقى الحلقة الجاية ممكن تبقى الحلقة اللي بعد الجاية هنشوفها ان شاء الله وناخد بالنا ان هنا آآ ليجندري صبور دي بو ناخد بالنا من الجوائز ان في جوائز كتير جدا في الفترة الاوانية دي حاول الناس اللي هترعب آآ تشوف او تاخد الجوائز اللي موجودة آآ عشان الجوائز دي هتساعدنا كتير جدا قدام وهنبتدي نشوف المهمات بعد كده آآ ايه اللي هيحصل فيها آآ انا طبعا مستمتع باللعبة واتمنى ان اعتقد ان اي حد من ناس اللعبة هيبقى مستمتع بيها آآ خصوصا هي زي ما قلنا بتتلعب بكروز بتتلعب على الموبايل او على الكمبيوتر فاي حد يقدر ينزلها على الكمبيوتر او الموبايل آآ الناس كتير مستمتعة بيها قصة ان هي لعبة بقاء في الاول وفي الاخر فهي آآ وغدة بتاع البقاء والزومبز وكده ولكن آآ المنظور بتاعها انا حابب المنظور ده اكتر هنشوف المهمات بعد كده وهنشوف ايه نقدر نعمله جوه المهمات بنفكركم طبعا بهدفنا واحنا بنقفل في الفيديو بتاعنا ان احنا نبصل خمسة الاف مشترك فاي حد بيتفرج علينا مش دايس هزر المتابعة يدوس عليه وكمان يفعل زر البرز وتنسوش تكتبولي تعليقات كده عن رأيكم في اللعبة واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة من قناتكم